وده الطبيعي ده المفروض ده الواجب الطبيعي بتاعنا لانه هو ما فيش ملف بيضغى على ملف لانه هو ده اللي انت مكلف به كما بالصدار فيه ملف الخدمي والاجتماعي والانشائي وفيه الملف الرياضي كل الملفات نفسها لان ده الاهل برضو له وضع مختلف عن جميع الاندية بجماهريته الكبيرة جدا تاريخه وفي نفس الوقت الاضع فانت في كل الحالات بتلبي في كل الوسط الكلام ده في ملفات بيتم العمل فيها بكل الجدية عودة الجماهير ان شاء الله بانتظام لجنة جماهير برئيس الوساس خليد مرتاجي دي اللجنة بتعطي الجماهير وعملت شغل كتير اوي في مراحل متقدمة بحيث ان هي استكمال للمنظومة نفسها الالكترونية للنادي الاهل الخاصة بالجمهور اللي هو عايز برضو توصل في النهاية ان جمهور النادي الاهل يكون متواجد اللي هو راس مال الحقيقي للنادي الاهلي وفي نفس الوقت حرص عليهم وعلى المنشآت وسلامة كل المنشآت الموجودة فبتباعي استوصل للمنظومة دي في النهاية النادي الاهلي هو قدر وكده في كله وما فيش برضو ملف يضغى على ملف لان اعيز اولحك حاجة احنا 11 عدو مع كابتن محمود الخطيب ماجلس ادارة احنا من حالي 7 شهور تقريبا كابتن محمود الخطيب وزع على عظام ماجلس الادارة 15 مشروع بحيث كل واحد يعني ممكن اكون انا مسؤول عن مشروع واده فلانا في مشروع تاني يرأسه زميلية بحيث ان كلنا يكون في عمل ده وكلها مشروعات بتعالج حاضر النادي الاهلي وليها رؤية مستقبلية لنادي الاهلي في نوع من التحديث بيحصل في النادي لان هو ده برضو اللي يقليل بالنادي الاهلي انت في عصر خلاص الديجيتال هو وحاجات متعلقة بالكمبيوتر وخلافه في تقدم رهيب يعني لسه قريب معمول تعاقد مع حتة الموبايل اللي هي ازاي برضو وانت قاعد جوه النادي الاهلي عندك اي حاجة متعلقة بالخدمة مرحلة متطورة هتعامل موضوع الاشتراكات من خلال الانت حاجات كتيرة جدا بتحدث جوه النادي الاهلي وده برضو ما بيخلناش نغفل عن دور الحمد لله العاملين جوه النادي يعني العاملين جوه النادي يعني ايزا اقول لحك خلال اليام اللي فاته والفترة اللي فاتت كلها كم الضغط على الاشتراكات غير طبيعي انك فاتح عضوية الشيخ زايد وفاتح عضوية النادي كله وتفتح عضوية التجمع القاهرة الجديدة فعندك كله واحنا عندنا مؤخرة احنا الموافقة اللي هي قولة تعجمية ومالها لم تكتمل ان احنا القاهرة الجديدة يبقى فيه 12 ألف عدو احنا مؤفقة على 12 ألف عدو والجزيرة ده الحد الأقصى اه الحد الأقصى وبتحتاج اكتر من كده بترجع بقى لجماعة ومالها والنادي الأهلي اللي هو احنا يعني بتسمى مجازا كده حيانا الجزيرة اللي هي أدواء العاملة في كل فروع النادي الأهلي ومقره دي خدنا مؤفقة لها الأدواء الكاملة يعني 1500 والقاهرة الجديدة انا قلت حكي قاهرة جديدة 12 ألف والشيخ زايد 10 ألف اه لو هنتكلم حيانا يعني كوني سنتكلم على البرد والحتة المتعلقة بالاشتراكات والأدويات وأنا بشرف ان انا متواجد في اللجنة الأدوية مع الأستاذ برايم الكافراوي وحضرتك وتتكلم على اللجنة العاملين ده اللجنة العاملين ده قصة تانية عايزين عايزين بعد ما حضرتك